أكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي رفض مصر لأية سياسة عقاب جماعي التي تمارس ضد سكان قطاع غزة كما دعمت بولي دول العالم إلى إدانة سقوط ضحايا المدنيين من الجانبين وفقا لمنظور عادل وشددا على أن مصر ضد أي استهداف للمدنيين من أي جانب وهو ما تنص عليه القوانين الدولية مصر ضد أي استهداف للمدنيين من أي جانب ونحن ضد سقوط أي ضحايا من المدنيين الأبرياء من أي جانب وده التزامن بكل ما ينص عليه القوانين الدولية في هذا الشأن وبالتالي الحقيقة مع هذه الأزمة الغير مسبوقة التي تحصل اليوم في قطاع غزة نحن ندعو العالم وكل دول العالم أن المنظور يبقى منظور عادل منظور يعني يدين سقوط الضحايا من كل الجوانب لا يوجد ميزة لجانب أو أفضلية لجانب عن الجانب الآخر الجميع سواء وإحنا جميعا ضد سقوط أي ضحايا أبرياء مدنيين وبالتالي نحن ضد سياسة العقاب الجماعي التي تحدث الآن ضد سكان قطاع غزة ترجمة نانسي قنقر